بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم اختلف العلماء رحمهم الله في البسملة أني في بسم الله الرحمن الرحيم هل هي آية من كل سورة افتُتِحت بها أو هي آية مُستقلة أنزلَت للفصل بها بين السور وللتبرُّك بالابتداء بها والمُختار القول الثاني يعني أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مُستقلة أنزلَت للفصل بها بين السور وللتبرُّك بالابتداء بها واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية من سورة النمل واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل ويقوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى تركها في أول سورة براء أي لا يُقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براء لأنها جُعلت هي سورة براء والأنفال كسورةٍ واحدة والباء في بسم للإستعانة بسم الله أي مُستعينين بالله عز وجل وهي متعلِّقَ بمحذوف قدَّره بعضهم فعلاً وقدَّره بعضهم إسمًا والقولان متقاربان وبكلٍّ ورد في القرآن قال تعالى اقرأ باسم ربك هنا فعل وقال باسم الله مجريها ومرساها هنا إسم ويحسن جعل المقدَّر متأخراً لأن الإسم أحق بالتقديم ولأن تقديم الجار والمجرور يفيد إختصاص الإسم الكريم الله بكونه متبرَّكًا به والإسم هو اللفظ الموضوع لمعنى الإسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينًا له أو تمييزًا واختُلف في أصل اشتقاقه إسم من أي شيء مؤخوذ فقيل إنه من السمه بمعنى العلامة وقيل من السمو أي العلو وهو المختار يعني أنه مشتقٌ من السمو وهو العلو وهمزته همزة وصل بسم الله وليس الإسم نفس المُسمَّى كما زعم بعضهم فإن الإسم هو اللفظ الدَّال والمُسمَّى هو المعنى المدلول عليه بذلك الإسم وليس هو كذلك نفس التسمية فإنها التسمية فعلُ المُسمِّي يقول سمَّيتُ ولدي مُحمَّداً مثلاً وقول بعضهم إن لفظ الإسم هنا مُقحم عن الزائد لأن الإستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء هذا الكلام ليس بشيء لأن المُراد ذكر الإسم الكريم باللسان كما في قوله سبِّح اسم ربك الأعلى أي سبِّح ناطقًا باسم ربك متكلِّمًا به فالمراد التبرُّك بالابتداء بذكر إسمه تعالى طلبُ البركة من الله جل وعلا واسمُ الجلالة الله قيل إنه اسمٌ جامد غير مشتق لأن الإشتقاق يستلزمُ مادَّةً يشتقُّ منها واسمُه تعالى قديم والقديم لا مادَّة له فهو كسائل الأعلام المحضة التي لا تتضمَّن صفات تقوم بمسمَّياتها والصحيح أنه مشتق واختُلِف في مبدأ اشتقاقه فقيل من ألها يأله ألوهةً الله مأخوذ من ألها يأله ألوهةً وإلهةً وألوهيةً بمعنى عبدَ عبادةً وإله بمعنى معبود لا إله إلا الله لا معبود بحقٍ إلا الله عز وجل وقيل من ألها الأول من ألها بفتح اللام وقيل من ألها بكسر اللام يأله بفتحها ألهاً إذا تحير والصحيح الأول أنه مشتقٌ من ألها بفتح اللام فهو إله بمعنى مألوه أي معبود ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين روى هذا الأثر ابن جرير رحمه الله في تفسير البسملة وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناد هذا الخبر ضعيف انظر تفسير الطبر تحقيق أحمد شاكر رحمه الله وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفاً في الأصل ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء أخباراً وأوصافاً يقال الله رحمان رحيم سميع عليم كما يقال الله الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم إسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالاني على اتصافه تعالى بصفة الرحمة وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان فالشاعر يقولون لا يثبتون الرحمة بل يقولون يريد الإحسان وهذا خطأ الله تعالى متصف بالرحمة على ما يليق به ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة أي المعتزلة والأشاعر وسيأتي مزيد بياناً لذلك إن شاء الله واختلف في الجمع بينهما الرحمن الرحيم فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا لأن صيغة فاعلان تدل على الامتلاء والكذرة والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة وقيل العكس وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دالٌ على الصفة القائمة بالذات والرحيم دالٌ على تعلُّقها بالمرحوم ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديًا في القرآن قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيمًا ولم يقل رحمان وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما الرحمن دالٌ على الصفة القائمة بالذات الرحيم دالٌ على تعلُّقها بالمرحوم ورؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هما الرحمن الرحيم إسمان رقيقان أحدهما أرقُّ من الأخوة من الآخر قال المؤلِّق موضوع هذا الخبر مكذوب رواه البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات وهو مُسلسل بالكذابين أن في سنده كذابون رواه محمد بن مروان عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما به ومحمد بن مروان من أهل الكذب قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري لا يثبت هذا الخبر لا يثبت لأنه من رواية الكلب عن أبي صالح عنه والكلب متروك الحديث أي ترك الحفاظ عنه وكذلك مقاتل وقال السيوطي رحمه الله في الإتقان في كتابه الإتقان في علوم القرآن وأوهى طرقه أي أضعف طرقه يعني تفسير يعني تفسير ابن عباس طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا انضم إلى ذلك يعني تفسير ابن عباس طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس فإذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير وهي السلسلة الكذاب يعني بهذا الخبر لا يصح ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتاً أي صفةً لإسم الجلالة لأنه علم آخر لا يُطلق على غيره والأعلام لا يُنعتُ بها أي لا يُصفُ بها والصحيح أنه نعت الرحمن صفة أنه نعتٌ له بأتبار ما فيه من معنى الوصية فالرحمن اسمه تعالى ووصفه ولا تُنافي اسميته وصيته ومن حيث هو صفة جرى تابعًا على اسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العلم فقوله تعالى الرحمن الرحمن علم القرآن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً الحمد لله رُوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل كلامٍ لا يُبدأُ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ فهو أقطع أبتر ممحوقُ البركة قال المعلق ذكره بصيغة التمريض رُوية هذه الصيغة اسم صيغة التمريض يعني إشارة إلى الضعف ذكره بصيغة التمريض رُوية وهو كذلك وقد رُوية بعدة ألفاظ بعضها حسن قاله ابن عذيمين رحمه الله يعني بعد بعض ألفاظه حسن فواه بهذا اللفظ الديلمي رحمه الله في مسند الفردوس وضعفه ابن حجر رحمه الله في النتائج الأفكار والسخاوي رحمه الله في الأجوبة المرضية والألباني رحمه الله في ضعيف الجامع وأورده بلفظ ممحوق من كل بركة في السلسلة الضعيفة وقال عنه موضوع أي مكذوب ورواه بلفظ كل أمر ذيبال لا يُبدأ فيه بالحمد أقطع أو قريبا منه أحمد في المسند وأبو داود في السنن رحمه الله وابن ماجا رحمه الله في السنن وغيره وحسنه جمع من العلماء منهم النووي في الأذكار رحمه الله وابن حجر رحمه الله في الفتوحات الربانية وابن الملق رحمه الله في شرح البخاري وضعفه آخرون قال الشيخ ابن باذ رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات ضعفه بعض أهل العلم والأقرب أنهم من باب الحسن لغيره يعني ورد من طرق كثيرة وهو حسن نظراً لأثلت الطرق فينبغي البدء بالحمد الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقطع أبتر ممحوق البركة ولهذا جمع المؤلف رحمه الله بينهما عملاً بالروايتين ولا تعارض بينهما فإن الابتداء إثمان حقيقي وإضافي والحمد ضد الذم يقال حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمداً ومحمدةً فهو محمود وحميد ويقال حمد الله بالتشديد أثناء عليه المرة بعد الأخرى وقال الحمد لله والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمةً كان أو غيرها والله عز وجل محمود على ما اتصف به من صفات الكمال ونعوت الجلال ومحمود على نعمه التي لا تحصى تبارك وتعالى يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته عن الحمد على النعم وعلى الأخلاق الكريم والله محمود بما أنعم على عباده ومحمود بصفاته الكاملة جل جلاله قال المعلق به قصور أي في هذا الكلام نقص إذ أن الحمد لله يكون على إحسانه وعلى أفعاله الاختيارية وعلى صفاته الذاتية اللازمة محمود وعلى أفعاله التي اتصف بها وعلى صفاته الذاتية والله محمود على كل حال جل جلاله وأما الشكر فعلى النعمة خاصة الشكر يكون على النعمة فقط ويكون بالقلب واللسان والجواره الشكر يكون بالقلب واللسان والجواره قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وعلى هذا فبين الحمد والشكر أموم وخصوص من وجه يجتمعان في الثنائب اللسان على النعمة فهو حمد وشكر وينفرد الحمد بالثنائب اللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري وينفرد الشكر بالثنائب القلب والجواره على خصوص النعمة فالحمد لله والشكر لله فالحمد أعم متعلقًا وأخص آلةً والشكر بالعكس لأن الشكر يكون على النعمة ويكون بالقلب واللسان والجواره والحمد يكون بالثنائب اللسان وأما الفرق بين الحمد والمتح فقد قال ابن القيم رحمه الله إن الحمد إخبارٌ عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فلابد فيه من اقتران الإرادة بالخير أن مع المحبة والتعظيم بخلاف المتح فإنه إخبار مجرد ولذلك كان المتح أوسع تناولًا لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضًا هذا المتح وأل في الحمد للإستغراق أي جميع المحمد ليتناول كل أفراد الحمد المحقَّقة والمُقدَّرة وقيل للجنس ومعناه أن الحمد الكامل ثابتٌ لله عز وجل وهذا يقتضي ثبوتاً كل ما يُحمد عليه من صفات كماله ونعوث جلاله إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق ولكن غايته أنه محمود من وجه دون وجه أما الله عز وجل محمود بجميع المحامد ولا يكون محمودًا من كل وجه وبكل أتبار بجميع أنواع الحمد إلا من حاذ أي جمع صفات الكمال جميعها الله عز وجل متصف بجميع الصفات الكمال ولو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بسببها الله عز وجل موصوف بجميع الصفات الكمال